خلاص مش هنتكلم بقى فلحاصل مش هنتكلم فيه رحت ليه شرم الشيخ الفنان إيهاب توفي رحت شرم الشيخ عشان أنا شايف أنه فيه أزمة محطوطة فيها مصر والأزمة دي كل عدة شهور بتتجدد أو بتجلنا أو بتتصدر لنا بشكل جديد مرة يبقى فيه مشاكل ما بين المسلمين ومسيحيين ومرة فيه فتنة طائفية ومرة مشكلة ما بين مسلمين ومسلمين ومرة مش عارف حدثة إيه اللي مات فيها مين فنتدبس فيها احنا مرة حدثة الطيارة مرة يحكموا على الحدثة بتاعت الطيارة قبل ما يحصل اكتمال التحقيقات ويصدروا لنا ان احنا بلد إرهابية وان احنا ما عندناش المعايير بتاعة السلامة اللي موجودة في المطارات وتفتيش الناس مش ايه يعني كل مرة حتظهر لك المشكلة بشكل جديد فلازم نبقى عارفين انه المؤامرة مش هتنتهي ولما بنقول ان فيه مؤامرة على مصر وفيه اضطهاد لمصر والاقتصاد المصري والسياحة المصرية ده فعلا حاصل يا جماعة ما نقولش ان احنا بنصدر الخرافات دي او الكلام ده عشان نداري على عيوب موجودة عندنا او نداري على فيه مشاكل موجودة داخلية عندنا لا هو احنا مستهدفين مستهدفين احنا البلد العربية الموجودة في المنطقة في الشرق الاوسط كله اللي عندها الحمد لله جيش قوي وقدر يقف وسط كل المشاكل اللي حصلة دي في كل المنطقة وهو الجيش الوحيد هو تفكك ناش والشعب الوحيد اللي ما تفككش المشاكل اللي حصلة حوالينا كلها بالعاكد يخلينا تقولينا فعلا نوصل كل الدول اللي موجودة حوالينا المشاكل اللي حصلة فيها والحروب الاهلية اللي حصلة فيها والضمار اللي حصل فيها الحمد لله احنا بجيشنا وبشعبنا اللي فيه بينهم تواصل والتحاد قوي جدا برئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وقف وسط كل المشاكل دي وحط روحه على كفه زي ما بيقوله وورا جيش مصر وشعب مصر وشورطة مصر ووقفنا كلنا جنبه ووقفنا كلنا وورا في المحنة دي الحمد لله أنه ربنا أنقذنا من بلاء كبير كان حيقق علينا وعلى مصر كلها والمهمة جدا جدا اللي جاي بقى اللي جاي ده أهم نقطة إن شاء الله يعني تواجدي بقى في المرحلة دي أنا وكل الفنانين اللي ممكن يقوموا بأي عمل ما حدش فيك ويأبخل والناس اللي طلعنا شوفناهم في التلفزيونات في القناة الفضائية وفي الصحف والمجلات وعلى كل المواقع الإلكترونية والسوشال ميديا كل دول كل واحد قال حاجة ياريت ينفذها ياريت ينفذ ربع اللي قاله إنه هو حيدعم ويروح ويغني ويقدم كل اللي عنده يعني مش عايزة أقول أنا اللي ابتديت أنا يعني نقطة صغيرة في بحر كبير ممكن نقدم فيه خدمة كتيرة لمصر فيا رب كل اللي قال حاجة يقدمها ويا رب كل اللي يبقى عندنا في اللحظة دي وفي الوقت ده التنازل بقى عن الحتة بتاعة الأنا الأنا الأول وأنا مش الأول طبعا اللي يقدر يقدم حاجة يا جماعة يقدمها ومش وقت إنه إحنا نقول مين الأول ومين الأخير مش محتاجة كلام أبداً أي حد يقدر يامل حاجة يعملها حاجة يقدر 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 يقد